الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تتواصل اليوم بالعاصمة الهندية نيو دالي ويشارك وزير الخارجية في جلستي عمل للمجموعة تتناول موضوعات أمن الغذاء والطاقة والعمل المتعدد الأطراف والتعاون التنموي بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب ورسم الخارطة العالمية للمهارات والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث وذلك في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة هذا ومن المقرر أن يشارك شكري على هامش الفعاليات في أعمال حوار رايسنا حيث سيتحدث في جلسة حوار بعنوان من المتوسط لبحر العرب إقليم من الفرص بالإضافة إلى جلسة حوارية حول التغير المناخي والانتقال العادل كما سيعقد شكري عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وعلى هامش أعمال اجتماعي وزراء خارجية مجموعة العشرين بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الهولندي فابكا هوكسترا سبلة عزيز العلاقة الترائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بتصبح كالأتيم ثمانية فاصل خمسة وسبعين من مئة جنيه للتر البنزين ثمانين وعشرة فاصل خمسة وعشرين من مئة جنيه للتر البنزين اثنين وتسين وأحد عشر فاصل خمسة جنيهات للتر البنزين خمسة وتسعين وسعر بيع طن المعزط لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح ستة ألاف جنيه للطن كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند سبعة فاصل خمسة وعشرين من مئة جنيه للتر وتثبيت سعر المزط للمورد الكهرباء والصناعات الغذائية كما تم زيادة غاز تموين السيارات ليصبح أربعة ونصف جنيه للمتر أقدت مجموعة رعاية النشء إحدى فعالية مبادرة البناء المتعدد اجتماعا برئاسة رحب عبدالغني عضوة مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث ومناقشة آلية العمل خلال الفترة المقبلة يأتي ذلك في أولى فعالية مبادرة البناء المتعدد والتي تتضمن عدة محاور بخلاف رعاية النشء أبرزها التماسك الأسري والتنمية الاقتصادية والصحة النفسية ومسار العائلة المقدسة واتفق أعضاء محور رعاية النشء على ملفات العمل الرئيسية لا سيما فيما يتعلق بوثيقة التأمين التعليمية للطفل إلى جانب طرح مشروعات قوانين تهدف إلى تنمية مهارة النشء ومن المقرر تنظيم ورش عمل وموائد مستديرة مع المتخصصين لمناقشة كافة جوانب الملف والخروج بتوصيات فاعلة قال الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلانسكي أن القوات الأوكرانية تسيطر على كل قطاعات الجبهة الشرقية وفي كلمة له أكد زيلانسكي أن القوات الروسية تتقدم بالقرب من مدينة بخمت الرئيسية في شرق البلاد حيث تستهدفها بهجمات مكثفة وكانت القوات البرية الأوكرانية قد أعلنت إرسالة عزيزات إضافية في بخمت في إقليم دونتسك لصد محاولات القوات الروسية السيطرة للمدينة أعلنت وزارة الزراع الروسية أن موسكو تهدف خلال العام الزراعي 2022-2023 تصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب وفي بيان لها أوضحت وزارة الزراع الروسية أن حجم الحصة التصديرية التي تم تحديدها للفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو 2023 هو 25.5 مليون طن وأشارت إلى أنه وفقا لمصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية فإن صادرات الحبوب الزراعية الحالية للموسم بأكمله تصل إلى 60 مليون طن مما سيتيح تكوين الاحتياطات اللازمة وضمان الأمن الغذائي للبلاد وصل الرئيس الفرنسي منويل مقان إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل أولى محطات جولته الإفريقية التي تضم أنجولا والكونغو الديمقراطية والكونغو براسفيل ومن المقرر أن يحضر مكرون اليوم مؤتمرا لليونسكو في الجابون حول حماية الغابات أو ما يسمى بقمة الغابة الوحيدة كما يخطط لفتح سفارة فرنسية جديدة في ليبرفيل وتعتبر هذه الجولة الثامنة عشر للرئيس مكرون في إفريقيا منذ بدء ولايته الأولى في عام 2017 ورياضيا حقق فريق أرسنل الإنجليزي فوزا كبيرا على ضيفه أفرتن بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في لندن والمؤجلة من الجولة السابعة للدور الإنجليزي الممتاز وبهذا الفوز عزز أرسنل صدارت جدول الدور الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى ستين نقطة ليوسع الفارق عن أقرب منافسه منشستر سيدي بخمس نقاط فيما توقف رصيد أفرتن عند واحد وعشرين نقطة في المركز الثامن عشر كما فاز فريق ليبربول على ضيفه ووفر هامتون بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد والمؤجل من الجولة السابعة للدور الإنجليزي الممتاز وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليبربول إلى تسع وثلاثين نقطة ليرتقي إلى المركز السادس في جدول الدوري فيما تجمد رصيد ووفر هامتون عند أربعين وعشر نقطة في المركز الخامس عشر انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يمصر بعد الفاصل